ربما الأمر سيتصاعد ربما سنرى تصاعدا في الأمر لا أعتقد أن الولايات المتحدة تنوي مغادرة سوريا ما لم أن يكون هناك تغييرا في الإدارة أولا أو على الأقل إن أن يكون هناك صداما وبالنسبة إذا ما كان هناك طيارا في تلك الطائرة في سماء سوريا كان الأمر سيتم التعامل معه بشكل مختلف من مجرد طائرة للاستطلاع ولذلك فأعتقد كانوا سيترددوا من إسقاط هذه الطيارة وأنا شك أنهم سيكونوا جريئين كفايا لمهاجمة الطائرة بطيار ولذلك فأن روسيا والولايات المتحدة لا يزال يحافظان على هذا التواصل العسكري في قنوات عسكرية في الخلفية فلذلك لا أعتقد أن هناك مجازفة لمثل هذا النزاع وذلك من أجل تجنب ضيع الأرواح ولكن عندما يتعلق الأمر بطائرة بدون طيار فإن القصة تختلف وسنرى أن الأمر قد يتصاعد ما لم يتم مرافقة هذه الطائرة بدون طيار بطائرات ذات طيار